اشتركوا في القناة اولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي اجابوا اجابات صحيحة عن الكوز السابق تعالوا مع بعض الاول نشوف الكوز كان ايه وايه هي اجاباته الصحيحة مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن ثلاث اسئلة تصويب ما تحته خط الاسئلة بتاعتنا عارفين مستوها مرتفع قليلا فياريت الكل يركز معنا واحنا بنجاوب علشان يستفيد اول سؤال هل والديك جالسين هنا عشان فيه سيرنج انجي مش مصدر تمام سيرنج هنا في الانجي بقى ار طبعا ار بتيجى عشان جمع هنا بعدها طبعا اللي بعدها تعتبر من الاسماء الغير معدودة كلمة عصير طبعا بتعامل معاملة المفرد بـ there is don't use مصدر على طول من غير اي اضافات don't use من غير تو بنبارك لكل احبتنا وابطالنا ابطال القناة اللي قدروا ان هما يجاوبوا عن الثلاث اسئلة معا وتعالوا مع بعض ندخل لوحة الشرف للقناة وهنبدأ بالتكريم التكريم هيكون عن طريق ترتيب الحروف الابجدية يعني حرف الالف الاول وبعديه الباء وبعديه التاء والثاء وهكذا ترتيب الحروف الابجدية ده شيء غصب عني لاني لحظة اللي اخبطة في الاسماء فانا فضلت ان انا ارتب حسب الحروف الابجدية عشان ما ظلمش عاد لكن بعد كده ان شاء الله يكون الترتيب باسبقية التعليق يعني اللي علق الاول هو اللي ان شاء الله في الفيديوهات القادمة اسمه هيجي الاول يعني باسبقية التعليق هنبدأ بتكريم طبعا حرف الالف عندنا اول اسم يظهر معانا هو احمد عماد احمد احمد توصن الشورى ادهم علي من كفر الدوار اسلام الجمال الاء اشرف من الدقاهلية الزهراء احمد من جنوب سيناء يوسف حسن محمد من المينيا بسملة محمد خالد من القاهرة جاسي احمد جنى محمد من مصر جنى حافظ من الوادي الجديد جنى عماد فتحي من الاسكندرية حمزة محمد عوني من اسيوت حنين اشرف عبد الفتاح من جزيرة شندوين حنين عمر من جنوب سيناء حنين نور الدين من اسيوت رانيا ياسر عبد العالم من قناء رغد محمد انس من اسكندرية رغد محمود محمد من قناء روان احمد رويدة نور الدين من المنشاة ريتاج محمد جوهر من كفر الشيخ سلمة اشرف من الدخلة الجديدة سلمة خليل ترابيس من البحيرة شروق محمود من الاسكندرية عبد الرحمن خالد فتوح من المنوفية عبد الصادق ابو مانع عبد المعز صلاح عيساوي من السويس علي احمد من الغربية عمر ايمن ابو زهرة من البحيرة عمر عصام من سهد فاطمة حمادة من القاهرة فاطمة احمد محمد من اسيوت محمد اسامة من الاسكندرية محمد السيد جعفر من سرس الليان محمد اشرف من صوهاج محمد حمادة محمد شريف من القاهرة محمد طلعت من البحيرة محمد مجدي رمضان من القاهرة محمد محمود نجيب من شمال سيناء مروان عبد الحليم مروان محمد فتحي من المنوفية مريم عبد المنعم من جنوب سيناء مريم محمد غالب من الشرقية نستكمل معنى الاسماء مصطفى محمد قناوي من اسوان المحمدية مصطفى محمود ابو زيد من بن سويف مصطفى محمود من الاسكندرية ملك السيد من كفر الشيخ ملك كامل احمد محمد من البحيرة ملك محمود عبد المنعم من اسيوت ملك مسعد عبد المنعم ملك وليد عبد الحليم من جنوب سيناء منا مصطفى من جنوب سيناء منا طلاء ابراهيم من جنوب سيناء ميرولا شنودة فهيم من القليوبية نور أشرف من البحيرة نور محمد فوزي إبراهيم من الجيزة نورسين أمير من المنوفية نورهان شريف الحلفاوي من البحيرة ياسمين فرج سليمان يحيا حسني من قنة يوسف حمادة عبد النبي من الصعيد يوسف محمد من الغردقة ألف ألف مبروك لك وأحبتنا ودعوتنا لك يا رب بدوام التفوق بإذن الله في بعض الأسماء كانت جوبت بس مدون كتابة الأسماء يعني في بعض الأكاونتز اللي ظهرت عندنا كانوا مجاوبين إجابات صحيحة بس للأسف مش كاتبين الاسم ولا المكان اللي هم منه فلم أتمكن من تكرمهم إن شاء الله العدد بإذن الله يزيد في المرة القادمة أنا مبسوط جدا بكمية التفاعل على الفيديو ده إن شاء الله انتظرونا في الفيديو ده كمان في نهاية الفيديو إن شاء الله في مسابقة ياريت الكل يشترك فيها يا شباب الفيديو النهاردة أحباتي هو فيديو هام للصف الأول الإعدادي هو عبارة عن امتحان نموذجي على الوحدة الخمسة والستة امتحان كامل ومطابق لأحدث المواصفات هنحله مع بعض ده على الوحدة الخمسة والستة وبفكركوا أحباتي إن أنا سيبلكوا أسفل الفيديو في صندوق الوصف جميع فيديوهات الصف الأول الإعدادي للي حابب يتفرج عليها وكمان سيبلكوا رابط الاندمام معنا لجروب الواتساب الخاص بالصف الأول الإعدادي للي حابب إنه هو ينضم معنا وكمان رابط قناتنا على التليجرام وكمان رابط صفحتنا على الفيسبوك والنهاردة إن شاء الله هنواصل مع بعض تقديم امتحاناتنا بالطريقة الجديدة وهي طريقة امتحن نفسك بنفسك وده عن طريق إن كل واحد فينا هيجهز ورقة فضية يحل فيها الامتحان من أول سؤال لحد آخر سؤال وهو سؤال البراغرف يعني هنحل الامتحان كامل من أول سؤال لآخر سؤال في الورقة اللي إحنا مجهزنا وبعد ما هتخلصوا آخر سؤال هبدأ في حل الامتحان معاكم سؤال سؤال وإنتوا هتقرنوا إجاباتكم بإجاباتي ولو إجاباتكم صحيحة يبقى كده تمام ولو لقدر الله في أخطاء نحاول إن إحنا نتعلم منها وما نغلطهاش تاني في المستقبل ويكتبوا لنا في التعليقات جبتوا كام في نهاية الامتحان وبفكركم أحبتي تكثفوا الدعاء لإخواتنا الفلسطينيين إن ربنا إن شاء الله يثبتهم وينصرهم على عدونا وعدوهم وكمان نكثف المقاطعة نكثف المقاطعة يا شباب وما نشتريش منتجات بتدعم أعداءنا وأعداءهم ودي أقال لحاجة ممكن نقدمها لهم وأخيرا لو دي أول زيارة لكم للقناة سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول ولايك وشير للفيديو دعم لنا ودعم للقناة ونبدأ مع بعض على بركة الله أول سؤال عندنا هو سؤال الاستماع السؤال ده هنبدأ نحله هنكتب بس اللي في الورعة بتاعتنا هنكتب راس السؤال كده تمام؟ ونبدأ في الاختيار رقم واحد اخترنا لها إيه؟ رقم اثنين إيه؟ ورقم ثلاثة إيه ورقم أربعة مش لازم نكتب كل الكلام ده هنكتب بس وان وثو ثري وفور كل واحدة من دول اخترنا لها إيه؟ مش لازم نكتب الكلام كله نكتب بس رقم السؤال ورقم الإجابة هنستمع مع بعض إلى قطعة ومن خلال الاستماع نحاول نجاوب على الأربع أسئلة القطعة بتقول نحاول نفكر في الإجابات كده هسيب لكم كل صفحة لمدة عشر سوائل وبعد ما تخلصوا الامتحان خالص هنرجع مع بعض نحل سؤال سؤال هسيب لكم الصفحة دي لمدة عشر ثواني طب لو أنت محتاج وقت أكتر نوقف الفيديو ونحاول ناخد وقتنا وبعد كده نشغل الفيديو تاني ونستمر في بقية الأسئلة هننتقل مع بعض إلى الصفحة التالية عشان ما ضيعش وقتكو وعشان وقت الفيديو ما يزدش بحاول قدر الإمكان إن أنا أاخد بس العشر ثواني في الكل صفحة وحضرتك أو حضرتك لو محتاجين وقت زيادة تضغطه ضغطة صغيرة على الشاشة كده هيوقف الفيديو وتضغطه ضغطة تانية بعد ما تخلصوا هيستمر الفيديو في العرض الأسئلة التالية طبعاً إحنا مش هنكتب برضو الحوار كله هنكتب وان عملنا فيها إيه وثو وثري وفور وفايف هنتقل إلى السؤال التالت عندنا هو سؤال القطعة نقرأ القطعة كويس جداً والحاجات اللي هي باللون الأصفر دي وتحتها خط أكيد دير دي هيقول لي بتعود على إيه المكان اللي هو يقصده وسوفينيرز معناها إيه أو عايز معناها فعلاً هتلاقوا هنطالب معنى كلمة سوفينيرز طبعاً الأسئلة واحد واثنين وتلاتة هي أسئلة مباشرة أما الأسئلة أربعة في خمسة وستة النحية التانية في الصفحة التانية هي أسئلة تابعة للقطعة أسئلة اختيار من متعدد ننتقل إلى الصفحة التالية فيها السؤال خمسة وستة تابع للقطعة ونبدأ في السؤال الاختيار من متعدد عندنا خمسة واربعين سؤال أنا مكتر على قدر الإمكان في أسئلة الاختيار من متعدد علشان أقدر ألم جميع جزئيات الوحدة الخمسة والستة قدر الإمكان كترت في الأسئلة فياريت إن شاء الله الأسئلة تكون لما جميع جزئيات الوحدة الخمسة والستة ننتقل إلى الصفحة التالية فيها الأسئلة من ستة لاثناشر حاول نجاوب على الأسئلة كده برحتنا خالص اكتبونا في التعليقات جبته كام في نهاية الامتحان إن شاء الله سؤال للاختيار من المتعدد ياريت تكتبونا جبته كام إجابة صحيحة من الخمسة واربعين درجة يعني تشوفوا الخمسة واربعين سؤال دول خاصة السؤال ده بالذات أنا عايز السؤال ده اللي هو سؤال الاختيار المتعدد لوحده كده جبته كام إجابة صحيحة من الخمسة واربعين إجابة صفحة التالية سؤال من 13 ل 18 هنكتب رقم السؤال والاختيار فقط صفحة التالية السؤال من 19 لـ 24 الصفحة التالية الأسئلة من 25 لـ 31 الصفحة التالية الأسئلة من 32 لـ 38 الصفحة التالية الأسئلة من 39 لـ 45 ودي آخر صفحة عندنا في سؤال الاختيار من المتعدد حاول نكتب رقم السؤال ورقم الإجابة فقط ياريت ما تنسوش تكتبونا في التعليقات جبتوا كام إجابة صحيحة من الـ 45 إجابة دول أنا إن شاء الله بعد 3-4 دهائية هنبدأ نحل بعد ما نخلص الأسئلة التالية هنبدأ نحل الامتحان مع بعض سؤال سؤال ونشوف أخباركو إيه نستكمل معا بقية الأسئلة السؤال الخامس عندنا وسؤال طبعا إحنا هنصوب الكلمات اللي بين قصين ده الشكل الجديد بتاع السؤال للصف الأول الإعدادي كان فيه الأول بيجيب لنا جملة وتحتها تحت كلمة من الكلمات خط كده ونصوب ما تحته خط لا التعديل الجديد إن هيبقى زي وزي بتاعها سنة تانية عدادي وتالت عدادي اللي هو هيجيب لنا نقط كده وبين قصين هيجيب كلمة والمفروض إن إحنا هنبدل الكلمة دي علشان تناسب الجملة تمام؟ رقم واحد واثنين وتلاتة لحد السؤال رقم ننتقل معا إلى السؤال التالي وهو سؤال طبعا في عندي هنا بنقصين في كلمة والمفروض إن إحنا هنعيد تصويب الكلمة اللي بنقصين دي أو هنصوبها بحيث إنها هتناسب الجملة دي كان الأول بيجيب لنا جملة وتحتها تحت كلمة من الكلمات كده خط الكلمة دي المفروض إن هي خطأ وبنعدلها التعديل الجديد بقى إن هو هيجيب لنا الشكل ده اللي هو الشكل بتاع الأسئلة بالطريقة دي زي سنتاني عدادي وسنتاني عدادي بيجيب لهم نفس الطريقة كده جيب لنا جملة ونقط كده وبين قصين بيجيب كلمة المفروض إن إحنا هنعدل الكلمة دي علشان تناسب الجملة عندنا خمستاشر سؤال المفروض هيجي لنا آخر السنة أربع أسئلة أنا جايب لكم خمستاشر سؤال عشان أقدر ألم جميع جزئيات الوحدة الخمسة والستة زي ما قلتلكم وبالتوفيق لكم إن شاء الله وياريت السؤال ده بالذات كمان تكتبوا لنا درجته أسفل الفيديو في التعليقات جبته كام في سؤال تصويب الخطأ تمام هنسميه سؤال تصويب الخطأ نشوف جبنا كام من الخمستاشر إجابة جبنا كام درجة صحيحة طبعا لو محتاجين تاخد وقت أكتر نضغط ضغطة زيارة على الشاشة هيوقف الفيديو ونضغط ضغطة تانية بعد ما نخلص هيشتمر الفيديو في عرض بقية الأسئلة السؤال الأخير عندنا هو سؤال عايزني أكتب بارغراف عن نجمك الرياضي المفضل طبعا معروف طبعا البرغراف نيجي على جنب كده ونكتب أفكارنا ونحول الأفكار دي إلى جمل سهلة وبسيطة ما فيهاش أخطاء املاقية ما فيهاش أخطاء في الجرامر ما فيهاش أخطاء في علامات الترقيم يعني نبدأ كل جملة بحرف كابتل ونختمها بنقطة إن شاء الله هوري لكم البرغراف اللي إحنا هنحله مع بعض بعد قليل ودلوقت يا شباب نبدأ مع بعض في حل الامتحان إن شاء الله مستني درجاتكم أسفل الفيديو يا شباب هتقرنوا إجاباتي بإجاباتكم نشوف إن شاء الله يارب كلك وتكونوا أجابتوا إجابات صحيحة هنبدأ بإذن الله مع أول سؤال عندنا هو سؤال سؤال الاستماع هنستمع مرة تانية إلى القطعة ونحاول نقوم وضع الأربع سئلة معا لأول مرة أخرى أخبرت إلى أمي أمي وأطفالي إلى كفير قبل القطعة لقد كانت أصابة مع بعض لكني بابت أصابتوا مع بعض أبي أخبرت هذا لأنه أرغب أول سؤال ما يقمونا وأطفالي أكل أبو أم عايز إجابة صحيحة رقم B أين تناولوا الوكبة بتاعتهم At home, at school, at club At cafe هي الإجابة الصحيحة رقم D How many people went for lunch كم واحد راحوا علشان يتناولوا الغداء هو الولاد بيقول أنا رحت مع ماما وبابا أيوة وأختي الصغيرة يبقى كم واحد أربعة هم اللي راحوا يبقى four people They chose this place هم اختروا المكان ده because it was a لأن المكان ده كان نايس الإجابة رقم C السؤال الثاني عندنا محادسة رقية and Hur are talking about the summer holiday she spent in Ross Cedar رقية وحور بيتكلموا عن أجازة صيفية اللي هي أضطها اللي حور أضطها فين في Ross Cedar طيب هنا رقية بتسأل Where did you go last summer holiday حور رحت فين الأجازة الصيفية اللي فاتت يحور فهتقول أنا I went to المكان الفلاني أنا ذهبت إلى المكان الفلاني في الماضي لأن السؤال في الماضي هنا I went to أيوة هنا بتجاوب تحت رقية بتستغرب بتقول Ross Cedar يبقى كيد راحت Ross Cedar وكمان في عندنا المقدمة قالت أن هي راحت Ross Cedar يبقى هتقول I went to Ross Cedar فبستغرب رقية بتقول لها Ross Cedar وبعدين سأل السؤال كده فقالت لها Yes I swam in the sea and I saw a dolphin too طبعا yes يبقى أنا بسأل سؤال بهال على الجملة دي I swam in the sea يبقى أكيد السؤال كان إيه هل عمتي في البحر تقول نعم أنا عمتي في البحر الجملة هنا في زمن الماضي يبقى أكيد السؤال بهال هيبدأ بإيه بديد برافو والفاعل بعدها you and swim in the sea did you swim in the sea وملاحظوا أن أنا جبت هنا الفعل في المصدر لوجود did قبلي يبقى did you swim in the sea طبعا رقية بتسأل سؤال الثالث فتقول لها I ate fish أنا أكلت السمك يبقى ماذا أكلتي ماذا يعني إيه what الجملة هنا ماضي صح I ate في الماضي يبقى what did هحط الفاعل مساعد did وبعدين الفاعل الثالث خانة هيبقى I هنحول اليو يبقى what did you والمصدر من it eat طب is fish cheap or expensive there خلي بالكم يبقى كده أن ده سؤال بهال ممكن حد يجاب yes it is لا ده مش سؤال بهال عادي ده بيخيرني يبقى هل السمك رقيص ولا غالي هناك هنقول السمك رخيص يبقى it's cheap it's cheap إنه هو رخيص when did you come back رجعتي إمتى هنقول مثلا رجعنا الأسبوع اللي فات يبقى I came back في الماضي last week I came back last week الأسئلة دي خلي بالكم اللي أنا بجيبها أسئلة كلها أسئلة محافظات قبل كده أسئلة محافظات طبعا أسئلة مهمة يريد الكل يركز معي المحادثة دي وردت عندنا في محافظة من المحافظات برضو السنة اللي فات I came back last week ولاحظوا أننا جبت كيم في الماضي سؤال القطعة My name is Lucy أنا اسمي Lucy I am from England أنا من إنجلترا last summer الصيف الماضي I traveled to Egypt أنا سفرت مصر because I wanted to learn some Arabic أنا لأني أردت أن أتعلم بعض اللغة العربية I went to a language school in Cairo أنا ذهبت إلى مدرسة لغات في القاهرة I had a wonderful time أنا أضيط وقت رائع I was there أنا كنت هناك خليب عليك أسألني ذير دي بتعود على إيه for two weeks لأسبوعان تمام the people in Cairo were very friendly الناس هناك كانت ودودة جدا when I came when I first went to the language school عندما أول مرة روحت فيها للمدرسة اللغات I wasn't very good at Arabic أنا ما كنتش كويسة في العربي but the teachers المدرسين helped me ساعدوني and the lessons were fun والدروس كانت fun ممتعة كيروز شبز محلات القاهرة are fantastic رائعة I bought a lot or I bought lots of souvenirs أنا اشتريت العديد من السوفينيرز هاي سألني السوفينيرز دي معناها إيه my favorite place مكاني المفضل was the Cairo Tower كان برج القاهرة I enjoyed the view of the city أنا استمتعت بمنظر المدينة from the top من أعلى طيب what's the main idea of the passage هنقول أن الفكرة الرئيسية للقطعة لوسيز visit to Egypt زيارة لوسي إلى مصر السؤال الثاني what do you think of لوسيز stay in Egypt ما رأيك في إقامة لوسي في مصر أعتقد أن هي enjoyed the visit هي استمتعت بالإيه بالزيارة but I think she enjoyed her stay تمام إقامتها هنا stay بمعنى إقامة what was لوسيز favorite place in Cairo ما المكان المفضل لوسي في القاهرة كان her favorite place this was the Cairo tower كان برج القاهرة طيب سؤال الاختوار المتعدد لوسي بوت lots of souvenirs طبعا عايز the word souvenirs هنا means كلمة souvenirs معناها إيه أيوة presence اللي هي رقم هدايا souvenirs معناها هدايا اللي هي هداية ذكرية طيب السؤال الخامس people in Cairo were very الناس في القاهرة كانوا إيه تمام رقم C friendly the underlined pronoun there كانت بتشر إلى إيه تعالوا نرجع للقطعة ثاني كده بيقول لي هنا I wanted to learn some Arabic I went to a language school أنا زهبت إلى مدرسة لغات في القاهرة أنا كنت هناك لمدة أسبوعين كنت هناك يعني في مدرسة اللغات يبقى هنقول في language school طيب نيجي بقى لسؤال الاختيار من المتعدد عندنا خمسة واربعين سؤال وزي ما قلت لكم ياريت تكتبونا في التعليقات جبتوا كام إجابة صحيحة وتعالوا نقارن إجابتكم بإجاباتي أول سؤال طبعا ده آخر اختيار اللافتة تقول لا تمشي على العشب طالما عندي وعندي فعل في المصدر هنا هو تمام اللي هو يبقى دد على طول هنا مصدر خلي بالك هم قاعدوا في شقة أجازة موجودة يبقى أجيب مصدر طالما دد موجودة ماذا وجدت مونة في مكتبها خلي بالك من كلمة يبقى ماضي بسيط يبقى زهبت في الماضي البسيط عشان في كلمة أجو السؤال رقم 6 سهيلة ما كانتش عايزة تروح للكهف لأنه كان فيه خفافيش كتير طبعا خفافيش يبقى كيف نمنى فين أي وقت تنت الاختيار الأخير نمنى في خيمة في الصحراء رقم بيقول ولكن المحلات كانت مقفولة كنا راح نشتري ملابس والمحلات كانت مقفولة فرقم بي رد عليه قال له يا للأسف يبقى يعني يا للأسف أو يا للحصرة هي اشتريت شقة ولها منظر جميل على النيل خلي بالك نحفظها يا جماعة الأسئلة دي خلي بالك فيه هنا وفي عندي هنا أيوة كيف كانت رحلتك إلى الأقصر تمام الأسبوع الماضي كيف كانت ليه علشان الجملة في الماضي بيقول لي في المدرسة طبعا علشان فيه هنا مشاريع دايما بتاخد دو قبلها في المدرسة التلاميذ قاموا بعمل كثير من المشاريع المشيقة دايما مرتبطة بكلمة دي طبعا الماضي من ذهبنا في رحلة بالقارب قريبت لحد كده تكون الدنيا تمام معكم أريد أن أذهب إلى المدرسة كما أحب بالقارب دي سهل دي بيش رقم دي وي بوط آسكريم اشترينا آسكريم ويذهب إلى المدرسة ورحنا نشوف الإليفان ووو كما أحب كما أحب كما أحب من أمر المثير كما أحب كما أحب مثير كما أحب يمكنك رؤية الكثير من للمدرسة في القرائد القرانين إعلانات طبعا عن الكرس الدورات الأجازات ما أدرش يروح جوه الكهف بكوز هي ووز أي ولا إنه كان فرايتند فرايتند بمعنى فرايتند بمعنى خائف سوي سكيرد لما علي راح للندن لعبة ركب لعبة يعني يعني ركب لعبة خلي بالك من لست فرايدي يبقى ماضي بسيط يبقى هاد اختيار رقم بي مال لديل سيستر لك سبس سند كسل ميك سند كسل ميك سند كسل وفي بلد بردو بلد سند كسل سبس بلد بردو بلد ميك ميك أو ترين والأشغار يوجد الكثير من الرمال والمي والأشغار وفي بلد بردو وانت محمد رقم سي برس في باريس وانت بردو بردو نحر السيني نحر السيني نحر السيني في الأزهر بارك سنة نحر السيني لدينا بردو نحر السيني الماضي من نحر السيني نحر السيني يعني قمنا بنزهة خلوية أنا ذهبت في أجازة رز بلبن رز بلبن رز بلبن رز بلبن رز بلبن سبس سويت سبس في كوك طبعا سينمون اللي الارفة سينمون يعني الارفة هي عبارة عن بهارات مسكرة تستخدم في الطهي طبعا الاني علشان الجملة منفية اي من هذه يمكن أن تغلي الماء فيها القدر أو الإناء المكونات بتاعة الطبق اللذيذ ده والأكل اللذيذ دي I think أحمد will have a test soon طبعا his lessons will طبعا he should أعتقد أن أحمد عنده امتحان قريبا هو يجب أن يراجع دروسه جيدا most children love food that has sweet taste رقم C معظم الأطفال يحبوا الأكلات اللي لها مذاق مسكر مذاق مسكر يعني sweet taste test هنا معناها طعم أو مذاق Egypt is famous for many things including its delicious food بما فيهم أو متضمنا الطعام لذيذ بمصر مشهورة بحاجات كتير بما فيها الطعام بتاح ها اللذيذ you shouldn't eat too many sweets many طبعا عشان sweets اسم جمع I would like to have fish and rice for lunch على الغد يبقى for lunch chocolate and biscuits contain تحتوي a lot of أيواء تحتوي على الكثير من أيواء sugar طبعا I can easily make kushiri أنا بستطيع بسهولة أعمل kushiri it's an easy إنها وصفة سهلة recipe there is based some water in the bottle طبعا there is لأن water اسم غير معدود uncountable noun على طول بعمل معاملة المفرد there is some water isn't لأن إجاب لي some إجاب لي إني كنا أقول isn't there is an Egyptian food on the menu يوجد طعام مصري في القائمة الطعام أو المن بين الفول is a traditional meal الوجبة تقليدية في مصر يبقى traditional meal رقم C يريد نستفيد يا جماعة لو لقدر الله في أخطاء نحاول نستفيد منها يارا likes to eat space meat for dinner يبقى صام meat لأن الجملة مش منفية any بتأتي في الجملة المنفية طب وآ وآ بتجي مع الأسماء المعدودة لكن meat اسم غير معدود يجب أن تشرب مياه صحية هي دايما متعبة لا يجب أن تذهب متأخرة يبقى shouldn't عشان هي تعبانة طب لو قال لي إيرلي هنا مبكرا يبقى she should أنا ذهبت إلى الأهرامات الأسبوع الفائت هي كانت كانت مدهشة طبعا ريزينز اللي هي زبيب يعتبر هو عنب مجفف صغير would you like some طبعا علشان هنا في عندي نوع من أنواع الأوفر أو العرض هل ترغب في بعض القهوة with milk dad يا بابا هنا في عرض قلت على طول بستخدم some في عملية العرض وكمان الطلب كده نكون خلصنا أسئلة تشوز ياريت تكتبو لنا جبته كام من الـ 45 سؤال إجابة صحيحة ننتقل إلى السؤال التالي هو سؤال تصويب طبعا هنقول أن أبل أن ليه علشان أبل هنا اسم معدود ومفرد اسم معدود ومفرد لو هو قبل جمع كنا قلنا لنا لأن لأن سم يجي بعدها اسم معدود يكون جمع there are طبعا علشان بوكس هنا جمع we should طبعا يجب أن نأكل طعام صحي there any mobile phones mobile phones جمع يبقى على طول are there there aren't any عشان جملة منفية بدل some جملة منفية وعندي x جاية في صغط الجمع we don't have any برضو علشان نحن ليس لدينا أي فواكه في السلة he can't sleep as لأن he has too much لأن كلمة coffee من الأسماء التي لا تعد coffee لو جات بمعنى قهوة how is bananas how many طبعا لأن bananas اسم معدود يبقى كم عدد bananas how many bananas there are too many books لأن books يوجد الكثير جدا من الكتب هنا books اسم معدود ويجمع على طول ياخذ many we should على طول مصدر have should يأتي بعدها الفعل في المصدر last summer my father drove last summer يبقى على طول my father her car three weeks ago ما يشتريت سيارتها منذ ثلاثة سابيع منذ ثلاثة سابيع يعني three weeks ago she ويجعب لي didn't at school yesterday طبعا مش ينفع هنا في عندي yesterday اي نعم بس ما عنديش فعل في المصدر هنا برافو عليكم ويبقى she wasn't مش دير طب حد يقول لي ممكن احط واز اقول لا لان جايب هلا جديد انت منفية تمام she wasn't هي لم تكن في المدرسة امبارح اول على طول ملاقي هنا ما فيش فعل ما فيش go ما فيش run ما فيش على طول يبقى حط the verb to be في الماضي اللي هو was aware حسب الفعل اللي عندي هو وبعدين did you go to the park هو جاي فعل شكرا حط did هنا وطبعا الفعل بيجي دايما في المصدر when we arrived عندما وصلنا it was very windy was طبعا في الماضي لقد كانت الدنيا رياح او بها رياح شديدة عندما وصلنا في الماضي it was في الماضي برضو very windy كان الجو به رياح في الماضي طيب لو فيه نقط انتو مش فهمينها في الاجزاء اللي احنا حلناها دي لان انا حلت بسرعة انا حاسس ان انا حلت بسرعة اكتبونا في التعليقات الجملة دي جات ليه كده وان شاء الله بقدر الامكان او اكتبونا حتى في الواتساب هحاول ارد عليكم ان شاء الله حتى لو هعمل لكم بصوتي اشرح لكم ليه جات كده وتعالوا مع بعض ننتقل الى سؤال المقترح لنا هو الشكل ده طبعا في عندي جملتين في تتحيتين ياريت يتحفظوا كده يتحطوا في بداية اي بارغراف اول جملة في تتحية ولاحظوا ان انا بدأ كل جملة بحرف ختمها بنقطة اعتقد ان هذا الموضوع مهم جدا وختمت بنقطة وبدأت الجملة اللي بعدها بحرف في هذا البراجراف انا ساكتب عن بعد كلمة كده بحط عنوان البراجراف بس بحولها الى هنا اكتب عن نجمك الرياضي المفضل انا ساكتب عن نجمي يحول يور الى مي لازم مهمة جدا بالنسبة لي هو نجمي المفضل هو يلعب كرة قدم لفريق في المملكة العربية السعودية اسمه النصر كلاب هو تولد في الخامس من فبراير 1985 هو جيد في احراز الاهداف هو عداء سريع احراز احراز وهو دايما بيتكلم مع الفانز بتوعه و اصدقائي و انا احبه كثيراً في يوم من الايام انا عايز اكون فوتبولر زيه طبعا انا غيرت كان في عندنا شخصية مشهورة اللي هو محمد صلاح انا حاولت اغير من سبيل التغيير يعني فاللي عايز يكتب عن محمد صلاح اوكي واللي حابب ان هو يكتب عن كريستيان و رضو مفيش مشاكل و ان شاء الله جميع الاجابات مقبولة و يبت توفيق لكم و كلكم تعالوا مع بعض انا انتقل الى الكوز بتاعنا اللي انا عارف ان في ناس مستنيها و هو عبارة عن ثلاث اسئلة اختيار من متعدد اول سؤال عندنا اتمنى ان شاء الله ان كل اصدقائنا اصدقاء القناة يوفقوا في الاجابة عن الثلاث اسئلة معا ما تنسوش كتابة الاسم و المنطقة اللي انتم منها ما تنسوش النوطة دي يا شباب في ناس كتير كانت معلقة النهاردة في امتحاننا النهاردة اللي هو الكوز السابق كانت معلقة من غير الاسم خالص بالاجابات ما قدرتش ان انا اكرمهم فياريت الاسم مهم جدا و المنطقة اللي انتم منها مع تمنياتي بالتوفيق لكم ان شاء الله و اشوفكم على خير الفيديو القادم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته